اشتركوا في القناة للاستحقاق الطبي يمنح للطواقم الطبية العسكرية والمدنية من الأطباء والممرضين في الصفوف الأمامية وقرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون كما وافق المجلس على مشروع قانون من ضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناكويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي المرافق للمرسوم رقم 81 لسنة 2020 كما ناقش المجلس على الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 9 مكررا إلى المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل والذي يهدف إلى بسط مزيد من الرقابة البرلمانية على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه حيث يجب عرض الحساب الختامي لحساب التأمين ضد التعطل وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح بقانون وإحالته للحكومة الموقرة لا شك أن استحداث وسام الأمير سلمان بن حمد لاستحقاق الطبي يعاد تكريم من جلالة الملك الذي أصدر المرسوم بقانون وهو بلا شك تكريم كذلك إلى العاملين في القطاع الطبي المجلس اليوم مشكورا قام بالموافقة على المرسوم بقانون ومرر القانون بأقلبية مطلقة ولا شك أن هذه الموافقة تأتي تكريما وتشجيعا لجميع العاملين في القطاع الطبي ناقشنا اليوم انضمام مملكة البحرين إلى بروتوكول ناقويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البويولوجي المرافق المرسوم رقم 81 لسنة 2020 وتمت الموافقة من قبل أعضاء المجلس ونشكرهم على ذلك وعلى دعمهم وهذه الاتفاقية طبعا مهمة جدا وأيضا نشكر كل الجهات المعنية خصوصا مجلس العالة للبيئة نحن قبل أن نرفع المشروع إلى الجهات الرسمية عشان ننضام إلى مملكة البحرين رفعناه إلى الشركاء الوطنيين اللي بيساعدونا في تنفيذها حكام هذا البروتوكول وطبعا كلهم ردوا بدعم انضمام مملكة البحرين لهذا البروتوكول الفوائد المرجوة من انضمام مملكة البحرين للبروتوكول المحافظة على مواردنا الجينية واستخدامها بطريقة عادرة ومنصفة طبعا هذا الهدف الثالث الاتفاقية الأم الاتفاقية التنوع البيولوجي اللي منضم لها مملكة البحرين من التسعينات فايدة المرجوة منها كما ذكرت المحافظة على الموارد الجينية عندنا على سبيل المثال عندنا النباتات والأعشاب الطبية المملكة البحرين اضم 81 نوع من الأعشاب الطبية وهذه الأعشاب ممكن تستخدمها شركات كبرى عندها التكنولوجيا اللي تقدر تستفيد من هذه الأعشاب في مجال المجالات الطبية كصناعة الأدوية من هنا ممكن تدخل مملكة البحرين وتفاوضها على تقاسم العادل ومنصف يعني عندهم مهمة تكنولوجيا احنا عندنا الموارد الجيني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر